اكترى رئيس الجمهورية أن يتقدم على الهيئات القيادية بالإعلان عن خطوات عملية وسريعة لإصلاح النظام السياسي الحاكم نتابع أخاطبكم في هذه اللحظات التاريخية العصيبة مرة أخرى وعبر خطاب متلفز وجهه إلى الشعب العراقي رئيس الجمهورية برهم صالح يضع النقاط على الحروف من خلال موافقته على تلبية أبرز مطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة مع تقديم قانون ومفوضية جديدين للبرلمان الأسبوع المقبل إنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم مشروع القانون الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين الدوائر الرئاسة الجمهورية وعدد من الخبراء والمختصين والمستقلين ومع خبراء في الأمم المتحدة الرئيس برهام صالح أكد أن قانون الانتخابات الجديد سيكون مقنعا للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق ويمنع محاولات التلاعب والتزوير واستبدال المفوضية بأخرى مستقلة حقا من رجال القضاء والخبراء وبعيدة تماما عن التسييس والمحاصصة الحزبية باشرنا فعلا بعمل متواصل من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير ويحقق استبدال المفوضية بمفوضية مستقلة حقا ومن رجال القضاء والخبراء وبعيدا عن التسييس والمحاصصة الحزبية مع إعادة تشكيل دوائرها بمهنية وبعيدا عن الحيمنة الحزبية الرئيس صالح أعلنها وبكل صراحة ووضوح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته ضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري مؤكدا مواصلته المباحثات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية لإحداث الإصلاحات المنشودة لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أعلن موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري رئيس الجمهورية عهد في خطابه بتنفيذ مطالب المتظاهرين ومتابعة قضية شهداء وجرح التظاهرات مبينا أن صوت الشعب أقوى من أي صوت وإرادة الشعب هي الأنظى سأبذل قصارى جهدي من أجل تنفيذ المطالب الحق وأتابع باهتمام استثناء مجريات التحقيق بما يخص الشهداء والجرحة التأريخ يعلمنا أيها الأحرار أن صوت الشعب أقوى من أي صوت وإرادة الشعب هي الأنظى أحييك مرة أخرى أستاذ باسم حقيقة كما تبعنا الحكم في العراق اليوم يقول أنه يستمد شرعيته من أصوات الناس من الانتخابات هناك من يرى أن السيد رئيس الجمهورية على درجة ما من الجرأة والشجاعة بحيث أن حتى هذه الفقاعة أفرغها فقال بين قوسين أن هذه السلطة وصلت عن طريق انتخابات غير شرعية فاسدة فيها نسبة كبيرة من التزوير ما الذي يعني هذا؟ يعني السيد رئيس الجمهورية كان واضح جدا في خطابه ولا أعتقد أن هناك تأويل أو تفسير أكثر من اللي تفضلت بحضرتك لأنه قال نحن نحتاج إلى انتخابات عادلة وفي ذلك اعتراف على أن الانتخابات المفوضية مستقلة حقا ودليل ذلك على أن الانتخابات السابقة لم تكن عادلة لذلك نحن نحتاج لم تكن مستقلة إذن الأدوات اللي استخدمت في إنتاج هذه الطبقة السياسية أو في إعادة إنتاجها لم تكن عادلة ولم تكن مستقلة ولم تكن بالمستوى المطلوب حتى أن رئيس الجمهورية حام الدستور يقول ذلك صراحة من الجرأة التي يقول فيها أن هذه الإجراءات والآليات المؤتمدة استثمرت بشكل غير حقيقي وغير عادل لإنتاج طبقة أدت ما أدت إليه من الآن يعني في ظل خطاب أو في إطار خطاب السيد الرئيس الجمهوري الشارع كان يتوقع ثقف أعلى من الجرأة هذا ما كنت أود سؤالك يعني المشكلة الحقيقية الآن بين الطبقة السياسية والسلطات وما بين الشارع هي مسألة فجوة الثقة العميقة بين الطرفين فكان الشارع يحتاج لا يحتاج إلى وعود ممكن أن تسقط في هذه الفجوة الرجل يتحدث عن سقف زمني مداه أسبوع يعني حتى أؤكد أن الوعود لا يمكن الإيفاء بها بسهول القانون الذي يتحدث عنه السيد الرئيس الجمهورية كان هناك مشروع لقانون قدمه السيد الرئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم قبيل الانتخابات 2018 وكان يراعي فيه العدالة التي يرومها الآن السيد الرئيس الجمهورية هذا القانون الذي كان نصفه يحدد لأعلى الأصوات للحاصلين على أعلى الأصوات والنصف الآخر للتمثيل التكميلي للقوائم المتنافسة لكن رفض بشكل قاطع في مجلس النواب فمن الضامن أن مجلس النواب سيتعامل مع المشروع الذي سيقدمه من هنا تأتي المعلومات الحقيقة التي حصلت عليها قناتنا الوهي أن هناك أطراف وقوة سياسية ما أن انتهى بل حتى أثناء بدء الرئيس في خطابه كانت هناك قوات بدأت الإعداد لبيانات تجيب ما ورد في خطابه وهذا دليل على أن هذه القوات ستقف بشكل قاسي وجريء أمام أي مشروع ممكن أن يضرب مصالحها أستاذ علي السلطة في كل وقت هي السلطة وراكب فرس السلطة لا يمكن أن يترجل بسهولة إذا ما هناك توجد عقبات وتحديات كبيرة وضغوطات كبيرة السيد رئيس الجمهورية بما تقدم به يعني مشكورا قد يبدو أنه ناوي باتجاه وضع حلول حقيقية للأزمة لكن الأزمة مو برئيس الجمهورية الأزمة بالقوة السياسية المتمثلة في كان يعني المأمور بد يعني يؤكد هذا المعنى اللي ذهبت إليه إنه سيد الرئيس رئيس الجمهورية هنا يبدو وعيدا بين قوسين ذلك إن لا حزب يسنده أيضا يعني هذا ممكن لكن هو يستطيع يعني لديه صلاحيات دستورية كان ممكن أن يحرج بها القوى السياسية إذا ما لجأ للمادة 64 ودعا إلى حل البرلمان ستثبت مصداقية أي من القوى السياسية المتشبثة بالسلطة والتي تريد حل حقيقي من التي تحاول أن تسوف وتماطل كل الوعود والإجراءات والخطوات الإصلاحية اللي عرضتها الحكومة واللي عرضها مجلس النواب يعني لم تجد صدى إيجابي أو تفاعل من قبل المحتجين ودليل ذلك بدأت وتيرة الاحتجاج تتصاعد وبدأ المحتجين في ساحة التظاهر وفي ساحة التحرير التحديد تطوير قدراتهم وتكيف أنفسهم على أنه يشتغلون على نفس طويل على أخاف أو خشية من أن السلطة أو الحكومة أو الكوى السياسية تراهن على فتور التظاهرات على عامل الزمن والوقت من أجل سحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين وهذا لن يحدث الجميع الآن يؤكد أن المتظاهر الآن في ساحة التحرير بعد واحد عشرة مو هو المتظاهر قبل واحد عشرة المتظاهر الآن جاي ويريد يسترجع الوطن هذا الوطن اللي يشعر بيه مفقود هذه المفردة العظيمة حقيقة ما ذهبت إليه مهم آسف لمقاطعة أستاذ باسم مهم لجهة أن هذا المتظاهر أمامه اليوم هدف لا علاقة له بالخبز ولا بالمطالب التقليدية التي لطالما استمعنا إليها طويلا هذه المرة هناك فكرة صوغ وطن قيام وطن جديد حقيقة عن هذا المعنى وغيره مما يتصل به من طريق التعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين الحالمين بهذا الوطن